ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسم رئيس أكبر تكتل نيابي وأكبر تكتل مسيحي النائب جبران باسيل بالعقوبات الأمريكية. قبل شهرين كانت المعلومات تتحدث عن إدراجها على لائحة العقوبات حتى صدر القرار رسمياً بعد ظهر السادس من تشرين الثاني ليعلن الأمر بعدما كانت صحيفة فينانشل تايمز قد نشرت المعلومات وسمت باسيل بالاسم خلافاً لما حصل مع مسؤولين سابقين أدرجوا على لائحة العقوبات. وزارة الخزانة الأمريكية استندت في قرارها إلى قانون ماجنيتسكي واللافت أن قرار وضع باسيل على لائحة العقوبات جاء بسبب دوره في الفساد في لبنان كما ذكر القرار بعدما اكتفى بذكر الوزارات التي تولاها باسيل من الاتصالات إلى الطاقة الخارجية. لم يفند القرار وخلافاً لقرارات عقوبات سابقة تفاصيل ملفات فساد مزعومة ليبدو كأنه أقرب إلى ما آثر بعض الأطراف اللبنانيين على تكراره خلال الأعوام السابقة في اتهام باسيل بالفساد. قرار الخزانة الأمريكية اكتفى بالإشارة إلى أن باسيل عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب بالإضافة إلى أشكال أخرى من النخفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. ويضيف القرار أن رئيس تكتل لبنان القوي خلال العام 2014 يوم كان وزيراً للطاقة تورط في الموافقة على عدد من المشاريع التي حولت أموال الدولة اللبنانية إلى مقربين منه عبر مجموعة شركات واجهة. وقال قرار الخزانة الأمريكية أيضاً إن باسيل متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لمكاسب شخصية والفساد المرتبط بالعقود الحكومية واستخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة. وزير الخزانة الأمريكية ستيفن نوشن قال إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الذي مثله باسيل ساعد على تقويد أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني. معتبراً أن هذا التصنيف يوضح دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة. في السياق عينه قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن أجراءات اليوم تستند إلى التصنيفات الأخيرة لمكافحة الإرهاب. بموجب الأمر التنفيذي للمسؤولين اللبنانيين السابقين يوسف فنيينوس وعلي حسن خليل الذين وضعوا المصالح الشخصية ومصالح حزب الله المدعوم من إيران على مصلحة الشعب اللبناني. واعتبر بومبيو أن باسيل ومن خلال أنشطته الفاسدة قود الحكم الرشيد وسهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية التي ابتلي بها لبنان والتي ساعدت وحرضت أنشطة حزب الله المزعز على استقرار على حد تعبيره. وهذا الموقف لبومبيو يأخذنا إلى ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير عن أن دعم باسيل لحزب الله هو الدافع لتحرك أمريكا لمعاقبته في وقت رفض مسؤولنا آخرون التلميح إلى احتمال أن يكون فرض العقوبات مرتبطا بجهود تشكيل الحكومة. يبقى أن كل التفاصيل هي ملك رئيس تكتل لبنان القوي الذي يطل ظهر الأحد المقبل للتعليق على العقوبات التي طالته ويبقى رده الوحيد حتى الأحد ما قاله في تغريدته لا العقوبات أخفتني ولا الوعود أغرتني لا أنقلب على أي لبناني ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى. موسيقى